السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد النهار نقدم لكم وصفة سهلة و سريعة تتحضير وهي لازانيا خفيفة و سهلة و من غير بشمال أصدقائي خليكم معايا باش تشوفوا المقادير و طريقة التحضير أصدقائي 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 تحضير صحيح سمسكو سمسكو حرقائي نظرة الحياة والأسفة الأسفة حرقائي صحراحة الاجتمادين ابعون حديث انني بس طرق لفظة جوية الحاجة لا تمر الأن يكتهر لاستطيع الفيائي ممكنك تطبيق مبيئ اعطم كبيرة الغث بالتواتي اغترون المبالة ازشبت بشاة الغثة لحظة مقام بلعب بابريكا دو كمان ترسيل لاي اي او نيو سيك مو بوفي لرمبلاسي بار الفريجو بلي با الويل دوليفا بالنسبة المقادير اصدقائي غادي نحتاج اوراق اللازانيا بالنسبة الاوراق اللازانيا رهم طريين ما بحتاجنش انكم طيبوهم في حالة الى مكانوش طريين تقدر ووضعوا في طنجرة واحد شوية دي الماء واحد شوية دي الملح مع ورقا ديل سيدنا موسى او ورق الغار وطيبهم لمدة 3 حتى الخمس دقائق اقرض لا تنزيع وهم وتنشفوهم ولا تصفيهم وتركوهم على جنب فيما تحضرو سلسة الطماطم انتي هنا كيلو جرام دي الصلية الطماطم اصدقائي تقدروا تنقصوا من كمية سلسة الطماطم انا وضعت سلسة طماطم كثير باش ما تنشف ليش عندي 500 قرام ديال اللحم المفروم وعندي الجبن المبشور وايضا نحتاج الملح يبزار ايضا تحميرها ورفوفو الاحمر الحلو والكمون والمعدنوس الجاف تقدروا تعودوها بالطري والتوم ايضا الجاف تقدروا تعودوها بالطري وحتى البصلة الجافة تقدروا تعودوها بالطري وايضا منساش زيت الزيتون اول شي اصدقائي ناخد واحد الانية اللي خلط نوضع فيها 500 قرام ديال اللحم المفروم تقدروا تنقصوا من كمية ديال اللحم المفروم ايضا نضيف واحد شوية ديال الملح الملح دائما على حسب الذوق والرغبة واحد شوية ديال اللي بزار مش كتير اصدقائي واحد نصف ملعقة صغيرة ديال توم غبرا نقدر نعوضها بفص ديال توم نعم واحد الملعقة صغيرة ديال البصلة الجافة ايضا نقدر نعوضها ببصلتين مش بصلتين اصدقائي عفوا ولكن ملعقتين ببصلتين ملاعق كبار ديال البصلة مقطعي لقطع صغيرة ملعقتين صغير ديال المعدنوس الجافة نقدر نعوضه ب المعدنوس الطري ملعقة صغيرة ديال ديال الكمون ملعقة صغيرة ديال التحمير او الفلفل الاحمر الحلو ونخلط الكل جيدا اصدقائي انا دائما كنقولكم تقاطروا تعوضوه بطري لضيق الوقت ما عنديش كتير وقت لهذا ان لما اشري توم غبرة او البصل الجاف او المعدنوس الجاف ايضا لضيق الوقت كيجيني ساهل لما نحرك الكل جيدا اصدقائي ناخد مقلة نوضع فيها ملعقتين حتى لثلاث ملاعق كبار ديال زيت الزيتون نوضع فيهم هذا اللحم المفروم ونحركه جيدا حتى يولي حبيبات نتركه يتقلع حوالي من خمسة حتى العشر دقائق ليهم من خمسة من خمسة database كم و أكثر من أكثر من جميعًا أدفع 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 على مفزق نباشة مغلق ثم اضاء اضاء ويضاوز ما لديه للت مصرح ويضاوز فيها ويضاوز ما لديه الى الرجل افتح ثم نفذحي الملجن في الناس أفضل على مقارب الى اضاء ويضاوز ما مع الناس عن الخاصة للاسيطة اضاء الملجن نفذحي الملجن كما قلت من جديد اضاء الملجن الملجن إذا فقط تم تشüssel دعم كما اتضاء ليس تلقى لا تستيقظ يمكنك مسحة المعروض و في بعض المصطوبة وكذلك فقط كنت أعطيه كنت تريد تلقى فيه حصلك تبز زجاد ايضاً سل عز جديد من البعرة شباب وصفاياً الأولى ثلاث إلى ثلاثة لعضة عبارة ومتع الاساس طوماد على فى فى نفس المقلع تركت حد شوية المرقة ديال اللحم المفروم يضيف حد نكهة جيدة لسلسة الطماطم بالنسبة لسلسة الطماطم تقدر تنقص من كمية ديال الطماطم نضيف شوية ملح شوية ابزار شوية مدنوس الجاف كما قلت دائما قدر نعوضها بالطريق واحد الورقتين ديال الغار او ورقتين ديال سيدنا موسى واحد شوية اعشاب مناسمة نضيف ملعقتين حتى ثلاث ملاعقة ديال الزيت الزيتون ونتركهم على النار من خمسة حتى العشر الدقائق في حالة أصدقائي ان بقات شوية سلسة انكم مضعتوا كتير وبقات شوية سلسة الطماطم تقدروا توضعوها فى المجمد وتقدروا تحضروا بها بيزا إلا كان ممكن أصدقائي أنا سيتم قلتلكمش أني ضفت شوية تحميرة او فلفل أحمر نسمي لعقة صغيرة ديال الفلفل الأحمر لهذا السلسة هادي نسمي لعقة صغيرة ديال 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 الأسفل ونوضع ورق ديال اللازانيا على ورق ديال اللازانيا نوضع لحم المفروم نوضع عليه الجبن المبشور وعلى الجبن المبشور نوضع طبقة تانية ديال ورق اللازانيا وعلى ورق اللازانيا نوضع سلسة الطماطم وعلى هاديك سلسة الطماطم نوضع الجبن وهكذا حتى نكمله نضيف ورق اللازانيا اللحم المفروم واللحم المفروم والجبن حتى نكمل للطبقة النهائية نوضع عليها سلسة الطماطم والجبن المبشور ونغلق بورقة طهي ونضيف عليه ورقة الألمنيوم سخنة أو حمية الفرن على 180 درجة نحط صينية من 20 حتى 30 دقيقة أصدقائي قبل 5 دقائق ننزع ورقة طهي وورقة الألمنيوم ونتركه يتحمر واحد شوية أصدقائي أنا وضعت واحد الوصفة أخرى ديال اللازانيا بالبشاميل على ما أظن ولكن إلا غادي نحطها لكم في صندوق الوصف في الأسفل مغايرة لهادي وبطريقة أخرى أيضا ولكن هذه ناجتني سهلة وسريعة التحضير دائما نحب أنني حتى ولا قدمت لكم نفس الوصفة نحاول أنني تكون الوصفة تكون مختلفة شوية تكون مختلفة شوية أصدقائي قبل يمكن أن تكون مختلفة شوية تكون مختلفة شوية لكي تكون مختلفة شوية تكون مختلفة شوية أخذها الوصفة وإلى اللقاء إن شاء الله بحول الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر